اي تقييم لقدرات الجزائر الطاقوية؟ وما هي حضودها في ان تصبح المورد الرئيسي للكهرباء الى اوروبا؟ فالتجادبات الدولية والغلاء اخلط كل اوراق الموردين على غرار النرويج والماجر فزادت حضود هذا المجمع الطاقوي الوطني ليتوسع من مورد لتونس وايطاليا الى مورد لاوروبا ككل كان هذا الاشكال قائم بالنسبة لنرويج انها اصبحت عاجزة على تلبية كل حاجة اوروبا وكذلك مجرد ان تجد الجزائر نفسها بحكم علاقتها المتينة مع اوروبا بحكم تعاملتها الايجابية ايضا مع اوروبا بحكم قربها من اوروبا بحكم وجود انبيب ايضا للغاز هذا كلها يساعد لان الجزائر بما ايضا بما تملكهم قدرات غازية وما توفر مؤخرا من احتياط اضافة الغاز انها تجد نفسها البديل الممكن لتصدير الكهرباء سوب اوروبا هذه الشركة بهذا التسيير المثقل بهذه الديون اللي هي متركمة لدى زبائنها هل تستطيع ان تقتنس هذه الفرص وبالتالي تحولها الى فرص ربحية سانحة وفرة الغاز الماء والهيدروجين الاخضر والطاقة الشمسية رباعية تجعل من الجزائر الموردة الاقل تكلفة من حيث الانتاج وتضع مجمع صون الغاز امام تحدي حقيقي بتحويلها الى شركة عملاقة تلبي الاحتياجات الداخلية والخارجية فكيف ذلك ان كل الامكانات متاحة سواء في بات الارض او في سطح الارض بما تزخر بنا من هذه القدرات واللي ممكن ان تحول كل الطاقات الموجودة الى كهرباء وغيرها من طاقات متجددة هناك طاقة ريح هناك طاقة شمزية هناك طاقة مياه هناك طاقة هيدروجينية اورانيوم وغيرها من الاشياء اذا هذه المعطيات كلها موجودة قال الان على الجزائر انها تستثمر في هذا المجال تستثمر في هذه الفرصة السانحة انها تشكل بديلا لاوروبا في التزود بالكهرباء الجزائر امام فرصة حقيقية لتتحول الى بلد رائد في توريد الكهرباء للعديد من دول العالم على غرار اوروبا الامر الذي يتطلب استغلال مواردها الطاقوية النظيفة من خلال بعث مشاريع جادة في طاقات المتجددة والبديلة بصفة مستعجلة